المنتدى الثاني العابر للحدود لتمويل صغير الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة باسفاقس يهدف في مجمله إلى المساهمة في تطوير استراتيجية مشتركة حول إنشاء برنامج متوسطي لدعم المؤسسات الجديدة والمبتكرة المساهمة على المستوى الأورو المتوسط في تطوير منظومة التمويل الصغير هذا الهدف الأول الهدف الثاني هو المساهمة في بعث 75 مؤسسة 15 في كل بلاد لأننا خمسة بلدان مشاركين يكونوا 75 مشروع مجدد ونخلق بهم أكثر من 225 موطن شغل هذه تجربة فريدة من نوعها في فلسطين بالإضافة لعدة مشاريع أخرى هذا المشروع يعني أنه يساعد الناس الغير قادرين على الحصول على تمويلات وهذا من أحد أهداف المشروع هذا المنتدى يأتي في إطار مشروع أكبر يطلق عليه مادستارتس وهو مجموعة برامج لمرافقة المشاريع المجددة والناشئة لضمان دراسات الجدوى وإيجاد تمويلات لها تمشيت للبنوك ومشيت للمؤسسة قروض الصغرى لم أقيت تمويل لأنني وعيدت المشروع المتاعي مجموشي مولوها شاركت في مادستارت وتقبلت واخذيت فيناصمات واخذينا البرتي اللولا اللي مولت بها التجهيزيات المتاعي وطول بديت نختم شوية بشوية المشروع هذا كيف نشي يخدم معك؟ حاليا مشي خدم فما جوز من ياس مع تفيكس ونجي من خدم حتى عشرة وأكثر مع تنو بارسيال التمويل الصغير اليوم هو التيماتيك الكبيرة متاع الملتقى هذية اليوم الضخم اللي يشاركوا فيها سبعة دول أجنبية زائدة دونك التمويل هذية الصغير في تونس لقي معنتها البيتياس تتسمى من أول المؤسسين التمويل الصغير هذية نعطيه نحن الميكروفينانس عن طريق الجمعيات التنموية عن طريق بنك تونسي التذامن اليوم برشة مشاريع والحمد لله قائمة الذات في الجيها وفي كل ربوع الجمهورية سيساهم مشروع مادستارتس في خلق 15 مشروع يطلقه الشباب بأفكار مجددة ومبتكرة وصديقة للبيئة وذات مردودية اقتصادية وتشغيلية عالية